يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة مباراة كبيرة كبيرة من حيث الأسماء احنا نتحدث عن الأهلي والإسماعيلي هي مباراة كبيرة من حيث المبدأ الأهلي اليوم يفوز على الإسماعيلي واحد صفر هدف لبيرستاو في الشوت الثاني بعد شوت أول ما كانش جيد قوي لم الأهلي والإسماعيلي وإن كان الأهلي كان سيطر على معظم مجريات المباراة باستثناء فترة ما بعد الهدف لبيرستاو حاول في الإسماعيلي أنه يمسك الكورة وأنه يعمل هجمات الهدف أمام حضراتكم وبص بقى سيرجي أكا اللي واقف وراء الجول دوت أنا مش عارف كان بيعمل إيه أو دماغ وديته الفين أو بيفكر في إيه أو عمل إيه كل حاجة غلط في الكورة دي من سيرجي أكا يعني هو كان واقف بره تقريبا بيرائب الموقف عارفت تلوه إيه الناس اللي بتقف أهل الناس اللي بتقف على الشاطة دي ترأي بالناس اللي بتقوم هو كان واقف بره تقريبا بيرائب اللي بيحصل طبعا هو الموقف قانوني غلط جدا هو التصور أنه لما يوقف بره كده هيبقى فيه تسلل على أهلي بس هذا طبعا الكلام ده تلغى والكلام ده بالصح والكلام ده ما ينفعش يطلع من لعيب كوروين كان بالمناسبة يعني سيرجي أكا واحد من أفضل لعيب اللي إسماعيلي هذا الموسي عشان برضه بقى أمين يعني بس الموقف غريب جدا وهدف استحقوا النادي الأهلي كان الأفضل على مدار التسعين ديئة وإن كانت الفرص السهلة ما زالت علامة استفهامه علامات تعجب كثيرة جدا بالنسبة اللعبي النادي الأهلي بس هقول لك حاجة بصرح النادي الأهلي يعني أقول إيه لعيبت النادي الأهلي مش عايز أقول شبعه عشان دي كلمة برضه كليشهاية ودماء تقيل بس خلاص انت بعد الفوز وبطولة أفريقيا بعد حسم بطولات زي السوبر والكاس ورايب جدا من حسم الدوري الدوافع بقت قليلة وده اتكلم عنه النهاردة مارس الكورة بالمناسبة في المؤتمر الصعفي الدوافع قلت لطبيعة الحال فالراجل بيعمل إيه مارس الكورة كل شوية دخل لك أربع خمس لعبين مش من التشكيل الأسية يلعبوا يمكن عندهم دوافع انهم يظهروا بشكل كويس بس أنا متفاهم فكرة انه نفسيا الموسم بالنسبة اللعبت النادي الأهلي خلص بس هو فعليا أو عمليا لأ لسه مخلص انت محسمتش الدوري أدام فارق النقاط يسمح لبرامة زنويل حقك فالت لسه محسمتش الدوري ده اللي فهمه مارس الكورة ومن المفترض انه يفهمه اللعبين ومن المفترض أكيد ان الجماهير فهمه دي من زاوية من زاوية تانية انه مارس الكورة عايز يريح لعبته وانت لما تحسم الدوري لو قدرت تعمل ده في المباراتين القدمتين الأهلي فاضل له خمس نقاط وعنده الاتحاد والزمالك فاز بالمباراتين خد الدوري تعصر في واحدة منهم هيتأجل فوزه بالدوري وبالتالي راحة اللعبين هيتأجل شوية بشوية فهو الراجل مارس الكورة عايز يخلص عايز يخلص النهار دا الأهلي ضيع فرص برضه زي مبارات في يوتشر فرص كتير جدا بتبسك كورة بتستحوز بتوصل للمرمى لكن ما بتعرفش تسجل لو لا كورة بيرستاو لما خرج النادي الأهلي منتصر دا بالنسبة للنادي الأهلي لإسماعيلي حكايته حكاية لإسماعيلي حكايته حكاية والصعوبة بتزيد إسماعيلي الآن يتبقى له مباراتين مباراة مع الداخلية منافس رئيسي في صراع الهبوط يعني اللي هيكسب المباراة دي هينجو إلى حد كبير واللي هيخسر هيزعل هيبقى موقفه خطير جدا قبل المباراة الأخيرة فالمباراة الإسماعيلي والداخلية مباراة حاسمة للفرقتين سواء الإسماعيلي أو الداخلية عنده بعد كده مباراة جمهدية صعبة جدا هي مباراة الاتحاد آخر مباراة الإسماعيلي في الدول فأنت بتتكلم موقف متأزم للإسماعيلي في منطقة صراع الهبوط آه صحيح اللي فري مع الإسماعيلي إنه في أكتر من فريق آخر بيصرعوا الهبوط عندك طلاع الجيش عندك سيراميكا كلوباترا عندك فريق أنت بتتكلم طلاع الجيش وسيراميكا كلوباترا وغزل المحلة والداخلية وحرص حدود خلاصها أبطة الإسماعيلي موجود في الصورة فتتكلم في عدد كبير من الفرق اللي بتصرع الهبوط إسماعيلي في موقف صعب اللي بتصرع الهبوط